بنسبة تجاوزت العشرين بالمئة سجلت وزارة التخطيط العراقية نتائج المسح الذي أجرت عام 2018 فرغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا إن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب نسب الفقر تراوحت بين الخمسين بالمئة في محافظة المثنى التي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الفقر وبين عشرة بالمئة في العاصمة بغداد ومع بداية أزمة كورونا وفرض السلطات حظرا شاملا للتجوال منذ قرابة شهر فإن العوائل ذات الدخل المحدود والكسبة اليوميين هما الأكثر تضررا من ركود الأسواق وتراجع الحركة التجارية التي تسببت بها الأزمة الصحية لا يساور القلق المعيشي العراقيين من أصحاب المهن والدخل المحدود فحسب بل يتعداهم ليشمل الموظفين الحكوميين الذين يخشون من عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتبهم الشهرية نتيجة أزمة البلاد المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتعطل مجمل النشاطات التجارية لكن الحال بات حرجا على الفئة الأولى ولسيما وإن المعالجة البطيئة من قبل السلطات ذات العلاقة لتفي بالغرض المقبول شكرا محل أنصاري يعني أستاذ محمود هم بالبداية هم معاطين عن العمل هم كسدة نعم يشتغل كل منه لكن الحكومة جبرتهم بأن يقعدون بالبيت ضرف هذا الموجود كنا تحمله الفقير والغني والوضعيته متوسطة بالكامل لكن أغلب البلدان خلونا شوف تركيا مصر أخواي بلدان يعني موجودة وإحنا ثرواتنا أكثر من الضغط الدنيا كلها كلها قعدت الكسب وجدت تصرف لهم صرف كامل من شركات نت قعدتهم وفرت كل الأمور بالكامل إحنا ليش مو مثل باقي الناس وعدنا كل شي ما لحد يقول إحنا ما عدنا وعدنا أزمة ما أزمة وهذا الحد شيء يعني قبل الحضر وفروا لهم كل الأمور وهي أو نفسهم لا لا الإمكانيات أنا باعتقادي متوفرة لكن الأدوات وهي قاعدة البيانات يعني أنا ما أعرف وزارة التخطيط الآن وزارة العمل على الأقل قادرة توفر لنا ستة مليون نقدر عندنا أجزس عليهم دخول عليهم يعني الآن لو هذا الصندوق لذول العاطلين لو جهز بثلاثمئة أربعمائة مليار وحصلوا عليها هؤلاء وكرر هاي فزعة والفزعة صار بها خسار هذول يروح لهم مليون أنت قريت مليون ومئة من عندهم مزوجين هذول إذا أوصلهم وبكل المحافظات حليت مشكلة إذا زدت المنحة إلى ولحد صحيح رح يصير بها فلان يسجل فلان زايد فلان ناقص خلونا ندخل عليها لأن ما عندنا وسيلة أخرى نحن لا نمتلك قاعدة البيانات نحن المهم نجيب الأموال ونخليها الآن كل المحافظات هو الفقر وين واضح حسانة ببغداد لو تقلي أحصر لك أنا ما أقدر مية بالمية لأن ما عندي قاعدة بيانات لكن لو أحصر خمس مناطق ببغداد اللي هي الفقيرة وأشتغل ويا المحافظة ويا القضاء ويا المسؤولين على هذا أقدر أدخل على هذول المواطنين وأمنحهم إعانات أكرر هي القضية قضية توفير طمأنينة نفسية أكثر من توفير غذاء العراقيين الجار ما يخلي جار إن شاء الله لكن أكو جانب نفسي أنه شلون مبقي بالبيت أعتقد هاي المعركة مهمة يعني كثير كثير موجودة منظمات المجتمع المدني والله إذا قاعد تشوف مواقع التواصل الاجتماعي صحيح صار عندهم قاعدة بيانات يمكن تنافس الحكومة بهذه القاعدة هسأ أنا من عندها عدة براء يقول له تروح لي فلا مكان فلا مكان فلا مكان فلا مكان تلقى بين ناس المحتاج وما محتاج يعني هاي أبسط شي خلنا تعاون ويا هذه منظمات المجتمع المدني حتى نقدر نقدر نوصل لكن باقين أنا مع جل احترامي يا أستاذ رائد ولكل الكوادر موجودة وكانت وزارة العمل والاجتماعية وكانت كل الوزارات لكن الظرف ما يحتاج اجتماعات اجتماعات